تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير صورة الزلزلة يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمت وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره يومئذ يضر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاة أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفرا فمن يعمل مثقال غرط إن خيرا يره ومن يعمل مثقال غرط إن شرا يره وهذا شام العام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال أغرط التي هي أحقر الأشياء وجوز عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودل وأن بينها وبينه أمدا بعيدا وجدوا ما عملوا حاضرا وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا ليس لها من دون الله كاشفة اللهم قنع عذابك يوم تبعث عبادك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم